من جهته أصدر المكتب الإعلامي للقيادي في حزب تقدم الشيخ شعلان الكريم توضيحا رد فيه على تداول مقطع فيديو قديم ومفبرك يتهم فيه الشيخ الكريم بالترويج لحزب البعث المحضور وأشر التوضيح إلى أن ذات المقطع تم نشره في العام 2014 لأغراض التسقيط السياسي وترويجه بشكل مجتزأ ومقطع ومقطع وفي ممارسة سياسية غير نظيفة يحسم القضاء الجدل في وقتها بقراره العادل